اهلا بكم اعزائنا طلبة وطلبات الصف الثالث السنوي مع مراجعة مادة التاريخ نشوف اول سؤال معنا يؤكد تكرار المحاولات الفرنسية للسيطرة على مصر خلال القرن الثامن عشر الميلادي على اول اختيار معنا بيؤكد على واحد رغبة فرنسا في التخلص من خطر الممليك ولا سيطرة الانجليز على طرق التجارة للشرق ولا العداء الانجليزي لمبادئ الثورة الفرنسية ولا ادراك فرنسا لاهمية موقع مصر كما تعودنا وزي ما حاولنا نثبت لكم ان انتو بتقروا السؤال مرة واثنين بتراجع السؤال بنقول يؤكد تكرار المحاولات الفرنسية للسيطرة على مصر يعني فيه محاولات بتتكرر اكتر من مرة خلال القرن الثامن عشر الميلادي على لو شفنا اول اختيار قلنا رغبة فرنسا في التخلص من خطر الممليك ولا سيطرة الانجليز على طرق التجارة للشرق ولا العداء الانجليزي لمبادئ الثورة ولا الاختيار رقم دال وهو اختيار معانا ادراك فرنسا لاهمية موقع مصر المتميز وهي دي الاجابة وهي الاجابة السليمة اللي هي رقم دال ان فرنسا ادراكت اهمية موقع مصر المتميز طب هو ليه موقع مصر المتميز وليه مهم بالنسبة لفرنسا والنسبة لانجلترى يعني زي ما كلمنا قبل كده احنا قلنا ان الجزء الغربي اللي هو غرب اوروبا له مستعمرات في شرق اسيا وما بين الغرب اوروبا وشرق اسيا احنا عندنا موقع مصر هو الموقع المتوسط اللي بيقع في وسط الجزئيتين فبتريد هنا فرنسا انها تؤكد سيطرتها على مصر عشان تأمن مستعمراتها لان هي كمان لها مستعمرات موجودة في شرق اسيا نشوف السؤال التالي بيقول قامت مجمل السياسات الاقتصادية لمحمد علي في مصر على اساس يعني فيه سياسات اقتصادية مجمل السياسات الاقتصادية اللي قامت لمحمد علي في مصر هتقوم على اساس ايه على اساس انها بتوفير فرص عمل لغالبية الشعب المصري ولا تحقيق فائد كبير من الانتاج للتصدير ولا بتعمل على سد حاجة السوق المحلي من الصناعات ام تحسين حياة المصريين الاجتماعي الاجابة معنا بنقول قامت مجمل السياسات الاقتصادية لمحمد علي في مصر على اساس تحقيق فائد كبير من الانتاج للتصدير ليه محمد علي عايز فائد كبير من الانتاج للتصدير لانه بيؤمن ممبدأ اساسي وهو ان الدول اللي بتزيد صادرتها عن واردتها وده في حد ذاته بنسميه الميزان التجاري الدول دي هي الدول القوية هو مؤمن بكده انت لو بتصدر اكتر ما بتستورد فيبقى انت دولة قوية وعلى فكرة هو مؤمن بده وهو ده اقتصاديا الفكر السليم طيب نشوف السؤال التالي بيقول ارتبط هدف الاجانب من استثمار اموالهم في الزراعة المصرية اثناء الاحتلال البريطاني برغبتهم فيه ارتبط هدف الاجانب من استثمار اموالهم في مصر في الزراعة في مصر اثناء الاحتلال البريطاني يعني انت سؤال بينقلك كده لان انت رحت اثناء الاحتلال البريطاني الفترة من 1882 إلى 1956 فكر في الفترة دي وفي فترة بداية الاستعمار ارتبط هدف الأجانب من استثمار أموالهم في الزراعة أثناء الاحتلال برغبتهم في إيه هل الاختيار الأول النهوض بالاقتصاد الزراعي المصري يعني هم عايزين ينهضوا بالاقتصاد الزراعي المصري ولا بيع الإنتاج الصناعي الأوروبي في مصر ولا توفير المواد الخام اللازمة للمصانع المصرية خد بالك علشان هم عايزين يوفروا مواد خام آه بس مش للمصانع المصرية فتعال نشوف ولا زيادة إنتاج المحاصيل الشتوية المصرية فالإجابة معنا هنا وهي بيع الإنتاج الصناعي الأوروبي في مصر يعني هو دلوقتي بيستثمر في مجال الزراعة عندك علشان ينشط الزراعة عندك وفي نفس الوقت أنا زي ما هقولك أنه هو نشط الصناع الزراعة لازم أقولك وعمل مجموعة وسائل لضرب الصناع المصرية لو جمحتها كلها على بعضها هتلاقيها فرض مجموعة درايب على الصناعة المصرية وبالتالي هو ليه بيفرض درايب على الصناعة المصرية وليه بيطور من الزراعة المصرية علشان هو عايز منك مواد خام وعايز يتصدى للصناعة المصرية فيقوم يفتح الأسواق المصرية للسلع والبضايع بتاعته تمام؟ اللي هو يبقى إحنا كده فهمنا السؤال وفهمنا ليه إحنا اخترنا الاختيار دا لأن إحنا متفقين مع بعض إحنا لازم نقرأ السؤال ونفهمه ولازم نقرأ الاختيارات كلها ونفهمها طيب ندخل في السؤال بعد كده بيقول أصبح الوفد المصري ممثلا قانونيا للأمة المصرية بعد الوفد المصري يعني ممثلا للأمة المصرية بعد أنت كده خلاص دماغك راحت في حتة معينة مع السؤال إحنا كده وديناك لثورة 19 أو الجزء اللي هو مقدمات ثورة 19 طيب يبقى أصبح الوفد هنا ممثلا للأمة المصرية بعد إيه مقابلة وفد من زعماء مصر للسير وينجت السير وينجت اللي هو المعتمد البريطاني في أثناء ما قبل الثورة ولا تأليف سعد زغلول لهيئة الوفد ولا بعد فرض الأحكام العرفية على البلد ولا بعد التفويد الشعبي من الفئات المختلفة نشوف الإجابة مع بعض بتقول أصبح الوفد البصري ممثلا قانونيا للأمة المصرية بعد التفويد الشعبي من الفئات المختلفة طيب نشوف كمان سؤال بعد كده السؤال في جزء للفهم تفهمه بعد كده بندخل في إيه المطلوب من السؤال سختت فرنسا تحت أخضام الألمان أثناء الحرب العالمية الثانية فانقسمت فرنسا إلى حكومتين هما حكومة فيشي وحكومة فرنسا الحرة بقيادة الجنرال ديجول الذي رفض الهزيمة من اللي رفض الهزيمة ديجول وإحنا هنا عايزك تركز معايا في حتة في السؤال سختت فرنسا يعني تهزمت في أثناء الحرب العالمية الثانية تمام فانقسمت فرنسا نفسها إلى حكومتين حكومة فيشي وحكومة فيشي كان بيتزعامها المارشال بيتان وده أنتو عارفينه وموالية الحكومة الفرنسية دي بالقوات اللي راحت مع بيتان بفكره هي قوات موالية للألمان يعني ما عندهمش مشاكل مع الألمان الجزء الثاني في فرنسا وهي حكومة فرنسا الحرة اللي اتقسمت بقيادة الجنرال ديجول رفض الهزيمة وبدأ يدير فرنسا من لندن وبدأ يعني ينتماؤه لوطنه يكون أكبر من انتماؤه لأي مكان تاني أنا كده إحنا فهمنا السؤال فهمنا الانقسام طيب في ضوء العبارة دي الدرس المستفاد من موقف الجنرال ديجول الدرس المستفاد من موقف الجنرال ديجول هو العمل الفردي الجاد سبب النجاح ولا ضرورة اعتماد الدولة على التكتلات السياسية ان الدولة تعتمد على تكتلات سياسية ولا المثابرة لتحقيق الهدف ولا استخدام القوة تحسم إسرعات أنسب اختيار معك لو قلنا العمل الفردي الجاد سبب النجاح تمام بس هل في تنظرك ان ديجول برضو آه ما بيشتغلش لوحده معه جزء من الجيش ضرورة اعتماد الدولة على التكتلات السياسية آه ماشي بس يمكن زي ما انتوا شايفين مش واضح قوي في الحرب العالمية قصة التكتلات دي مش واضح قوي وخاصة ان احنا مش بنتكلم على دولة احنا بنتكلم على فرض يعني الدرس المستفاد من موقف الجنرال ديجول انا بتكلم على موقف ديجول موقف فرض فما انت خدنيش وتوديني في حتة تانية بالاختيارات خليك معايا كده كطالب ركز وركز في اللقاء دامك فهتلاقي فيه هنا جزئية اللي هي المثابرة لتحقيق الهدف المثابرة زي ما انا بطلب منك انك تثابر تتعب تشتغل لان ان شاء الله ربنا هيحقق لك هدفك وتنجح تخش كلية اللي انت عايزه فالمثابرة العمل الجاد العمل اللي فيه يعني تعب ومشقة بس في الاخر انت هتحقق هدفك طيب يلا كده بعد ما ترجمنا او بعد ما فهمنا السؤال تعالوا نشوف احنا ايه الإجابة السليمة معنا الإجابة السليمة معنا هنا ان الدرس المستفاد من موقف الجنرال دي جول هو المثابرة لتحقيق الهدف لان الراجل ده فعلا راح قاعد في دولة غير دولته وبدأ يشتغل على انه يحافظ على واحدة دولته معاناة برضه تمام نشوف السؤال بعد كده قدامنا نص وكما تعودنا احنا لو قدامنا نص بنقراها كويس لو قدامنا خريطة بنقراها كويس لو قدامنا صورة بنركز معاها كويس ما بتبقاش محطوطة الصور ولا النصوص ولا الحاجات دي يعني ايه مش كماليات لا دي معمولة ضروريات فانت لازم تفهمها وبعد كده تشوف نص السؤال هيسألك على ايه بعد كده تشوف الاختيارات معاك ايه فاعتمد على ان انت بترتب كل كبيرة وصغيرة فنبدأ نبص كده طيب هنا نستنتج من النص المقابل ان بريطانيا قامت بتزييف حقائق واضح طيب خلاص بصينا للسؤال بسرعة تعالوا نشوف النص لاني موحور الكلام على النص ان حكومة صاحبة الجلالة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف الى انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين وستبزل اقصى مساعيها خلاص لتيسير تحقيق هذا الهدف انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين وستبزل اقصى مساعيها لتيسير لانها تيسر تحقيق هذا الهدف على ان يكون مفهوم مفهوما ان شيئا لن يعمل قد يكون من شأنه المساس بالحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف الحالية غير اليهودية في فلسطين طيب انت كده قريت معايا النص وركست معنا واحنا برضو بنرجع لرأس السؤال عشان افكرك ديها بسرعة بقولك ان النص ده نستنتج منه ان بريطانيا قامت بتزييف حقائق واضحة وهي ايه هل بتزيف تعددية الطوائف في فلسطين ده اختيار الجزء التاني اهمال حقوق الفلسطينيين في اراضيهم انها بتهمل حقوق الفلسطينيين في اراضيهم ولا قدسية الاراضي الفلسطينية ولا تبعية فلسطين للدولة العثمانية انت لو ركست معنا هتلاقي ان اسلم اختيار وهو معنا اهمال حقوق الفلسطين في اراضيهم طب ليه تعددية الطوائف في فلسطين هي اقرته خلاص في النص قدسية الاراضي الفلسطينية ما هي ماشي ما هي معاك في النص بتقولك ان دي اراضي مقدسة ايه المشكلة خلاص الجزء الاكبر انها بتتكلم على انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين يعني هتعمل دولة خلاص وده اللي احنا بنقوله وعد من لا يملك لمن لا يستحق او وعد من لا يملك لمن لا يملك فاهم يعني الارض ارض فلسطين وارض عربية فاجي انا من بريطانيا اوعد حد يهودي من حتة تانية خالص بان انا ادي له فلسطين تمام وبالتالي انت هنا بتهمل حقوق شعوب اصحاب البلاد يعني في شعب صاحب بلد انت اهملته وبالتالي الاجابة معنا هنا اهمل حقوق الفلسطينيين في اراضيه نشوف السؤال بعد كده دفعت الزعامة الشعبية بمصر عن اختيارها للمرة الثانية خلال العقد الاول من القرن التاسع عشر من خلال الزعامة الشعبية في مصر دفعت عن اختيارها يعني الزعامة الشعبية اختارت حد بتدافع عن الحد ده للمرة التانية خلال العقد الاول العقد الاول اللي هو اول عشر سنوات من القرن التسعتاشر انا قلتلك وركز معايا ان القرن التسعتاشر ارجع بس رقم كده وقل 1800 وكذا والعقد الاول يعني انت بتتكلم من واحد لحد عشر فاخد بالك الفترة بتاعي تينا كده انا قربتك من فترة توليت حد الزعامة الشعبية بتحبه تمام طيب يبقى دفعت الزعامة الشعبية بمصر عن اختيارها للمرة الثانية خلال العقد الاول من القرن التسعتاشر من خلال حادثة دار المحكمة عام 1805 ولا رفض الضغط الانجليزي على الدولة العثمانية ولا مقاومة المصريين للحملة الانجليزية ام رفض ولاية محمد بيك الالفي لمصر الاجابة معانا هتكون الاختيار به اللي بيقول رفض الضغط الانجليزي على الدولة العثمانية هتقول لي انا مش فاهم يعني ايه رفض الضغط الانجليزي على الدولة العثمانية ما انت عارف ان سنة 1806 حصل ضغط من انجلترا على الدولة العثمانية انها تصدر فرامان سنة 1806 بنقل محمد علي من مصر الى ولاية سالونيك لانها كانت عايزة تراقي مكانه او تخلي مكانه يتولى مكانه محمد ديك الالفي صحو لا باعتباره حد من المماليك بيتعاون معهم تمام كده احنا فهمنا السؤال تعال نخش في السؤال بعد كده اتخذ الخديوي توفيق من حادسة يوليو 1881 وسيلة لي اتخذ الخديوي توفيق من حادسة يوليو 81 وسيلة لايه خديوي توفيق وانتو عارفين تمام حادسة يوليو بقى 81 حد عارفها طب يلا حد شاطر معانا كده يفكرنا اكيد في حد بيقول اه هي دي حادسة العربة وانا معاكم حادسة يوليو دي حادسة العربة طب في حد تاني مش واخد باله يعني ايه حادسة العربة عربية كنتمشى في اسكندرية فصدمت واحد من المصريين عسكري من المصريين فزميله يعني زعله عليه فاخدوا وودوا صرايا اللي هي الاصر بتاع الخديوي توفيق وعايزين حقه لان الراجل توفاه الله هنا بقى انا شرحت لك الموقف تريد فهمنا السؤال تعالا نشوف مع بعض اتخذ الخديوي توفيق من حادسة يوليو 1881 وسيلة لايه هي الحادسة دي بقى كده يعني انا الخديوي برضه تجو بولي الراجل لحد قصري وانا قلتلكو برضه عشان عايزين نفتكو من قلوبنا والله ايه عيش الحادسة وعيش الموقف التاريخي بزمنه يعني في كلمة صغيرة خالص انت الحادسة 1881 لو النهاردة حد خبطته بعد الشر عن اي حد حاجة عربية في اي حتة مش تعرف تجيبها لان في ملايين العربيات لكن لما تيجي تكلم على 1881 حضرتك هيبقى خمس ستة عربيات اللي موجودين في مصر فانت عيش الحادس التاريخي في زمنه حاول تنقل دماغك لزمن الحادثة حاول تبقى متخيل وضع مصر في الوقت ده كان شكله ايه طب انت ليه بتقول لي كده انا بقولك كده عشان هما ليه ودوا الراجل ده القصر الملك لان محدش يملك عربيات في مصر من المصريين في الوقت ده ده نادر ما فيه في مصر عربيات اصلا انت بتكلم في 1881 فعيش زمن الحادثة طيب اللي هيحصل هنا هل علشان خاطر اعادة سيطرته على الجيش يعني هو وسيلة لاعادة سيطرته على الجيش ولا التخلص من مطالب العربيين الفئوية خلاص واحنا عارفين مطالب العربيين الفئوية اللي معظمها الطلب في مطالب مايو صح طيب ولا التخلص من وزارة البارودي ده هيجي بعدها ولا تحريد الجنود ضد الضباط طيب يلا نشوف الاجابة مع بعض هنلاقي اتخذ الخديوي توفيق من حادثة يوليو 81 وسيلة اعادة سيطرته على الجيش وده كانت الاجابة الاكيد نشوف السؤال بعد كده السؤال بيقول تسعى مصر في الوقت الحالي الى تدعيم علاقتها الاقتصادية مع افريقيا باعتبارها مصدر الامن الغذائي يعني احنا بنسعى في الوقت الحالي ان احنا ندعم علاقاتنا الاقتصادية مع افريقيا باعتبارها مصدر للامن الغذائي ولا مجال حيوي جنوبي ولا مغزن لمصادر الطاقة ولا قوة داعمة عسكرية والاجابة معانا بنقول ان تسعى مصر في الوقت الحالي الى تدعيم علاقاتها الاقتصادية مع افريقيا باعتبارها والاجابة معانا رقم به اللي هي مجال حيوي جنوبي يعني الفت نظرك ليعني ايه كلمة مجال حيوي ونؤكدها واحنا بنقعد نؤكد على جزئيات كده مجال حيوي جنوبي ان انت يبقى لك امتداد في الجزء الجنوبي والحدود الجنوبية بتاعت مصر في حالة من حالات الامان تقدر تخرج ليه ده مجالك الحيوي وانت المجال اللي بتخرج ليه ده بيبقى فيه حالة من حالات الامن الامن على قواتك وعلى امورك الداخلية وعلى حماية وطنك سواء كان بقى المجال الحيوي ده قد يكون جنوبا قد يكون شمال شرق قد يكون المجال الحيوي عندك الجزء الغربي فانت لازم بتوثق علاقاتك بشكل طيب مع دول الجوار لان انت بتبقى محتاج علاقاتك اللي هي بتاعة الجنان دي وعلى وجه التحديد عشان تأمن مجالاتك الحيوية فيبقى احنا كده اخترنا السؤال طيب تعالوا نشوف السؤال بعد كده بنقول ترجع اهمية المبادئ التي وردت في بروتوكول الاسكندرية في اكتوبر 1944 اهمية المبادئ التي وردت في بروتوكول الاسكندرية في اكتوبر 1944 بترجع لي ايه هتقول لي انا عارف يعني ايه بروتوكول الاسكندرية هقول لك ليه كده طب تعال افكرك ان بروتوكول الاسكندرية احدى خطوات انشاء جامعة الدول العربية اللي دعا لها مستر ايدي واللي بدأ اشتهل على تنفذها رئيس الوزراء المصري مصطفى النحاس وبدأنا بالمشاورات التمهيدية اللي هي السنائية بعد كده دخلنا على المشاورات بتاعة بروتوكول الاسكندرية دعا رؤساء الوزراء عشان يعودوا يتبحثوا كده انت قربت معنا طيب يبقى المبادئ اللي وردت في البروتوكول اللي هما كتبوها اهميتها بترجع لإيه اني واحد وضع اساس قيام وحدة عربية ولا توقيع سبع دول عربية عليها يوقع انشاء قوة عسكرية موحدة ولا تأكيد الحكومة البريطانية لها اللي جابة تقريبا خلاص احنا بنسمحها منكم يعني يعني كده بدأت تبقى باينة جدا ان هي رقم واحد اللي هي اهمية المبادئ بترجع الى وضع اساس قيام وحدة عربية خلاص احنا نقعد مع بعض في البروتوكول هنضع اصص لقيام الوحدة العربية هنشتغل مع بعض ازاي ان احنا نوحد جهودنا ازاي ننصق جهودنا ازاي كدول وطن العربية لكن توقيع سابع دول عربية انت عارفيني انه ده حصل في المساق مانوش علاقة بالبروتوكول لما نيجي نتكلم على انشاء قوة عسكرية موحدة مش عايز اقولك ان جامعة الدول العربية لو وصلت لانشاء قوة عسكرية تبقى من تبقى اقوى من الامم المتحدة تمام فالاختيار معانا رقم الف ده واضح جدا تعال نشوف السؤال اللي بعد كده بيقول تطورت ملكية الاراضي الزراعية في مصر في التاريخ الحديث ملكية اراضي زراعية وتطورت في التاريخ الحديث واصبحت ملكيتها للفلاح ملكية مطلقة في عهد مين يعني الفلاح بقى بيملك الارض ملكية مطلقة في عهد مين في عهد محمد علي ولا عباس باشا الاول ولا في عهد سعيد باشا ولا في عهد الخديوي اسماعي يعني فلاح وملكية في عهد محمد علي وملكية مطلقة طب هو انت ملكية مطلقة يعني يعني تبقى الارض بتاعتك تنتفع بكل كبيرة وصغيرة فيها الدولة ليها عندك في الارض دي درايب بتتفح انت طب ما محمد علي عمل كده لا محمد علي عمل ملكية انتفاع يعني ايه ملكية انتفاع يعني حتة الارض دي انت بتملكها بتنتفع بحصة مما تنتجه الارض لكن انت مش مالك للارض الدولة هي اللي بتملك الارض حتى لما نشوف سعيد هنلاقيه برضو زود حتة الانتفاع طيب كده احنا قربنا للاجابة اه تعالوا نشوف الاجابة هتلاقي اني اصبحت ملكيتها للفلاح ملكية مطلقة في عهد الخديوي اسماعيل فعلا اعزان الطلبة هنروح مع بعض لمجموعة من الاسئلة بتعتمد على انك تبص للاجابات او تبص من خلال الخرايط يعني هي الاسئلة فيها خرايط قد تكون اجابة السؤال من خلال فهمك الجيد للخريطة يلا مع بعض نشوف الاسئلة دي هنبدأ مع بعض اعزائنا الطلبة نبص من خلال مجموعة الصور اللي امامنا صورة ونشوف السؤال وحتحاول تركز مع الصورة نفسها فالسؤال بيقول هنا في ضوء الصورة المقابلة يمثل السبب الرئيسي لقبول الخديوي انا ذاك مطالب المحتجين فيه يعني الخديوي السبب الرئيسي لان لقبول الخديوي في الوقت ده مطالب المحتجين بيتمثل في ايه خوف الخديوي من المحتجين ولا تدخل اطراف خارجية في الاحداث ولا ايمان الخديوي بالمطالب ولا التهديد بخلع الخديوي طبعا هوا المشتتات او الاجابات اللي قدامك كلها قريبة جدا طب تعال بص للصورة وشوف ادي الجيش المصري وامامك يعني الجيش في المقدمة في جنبع دي وان كانت الصورة طبعا كده تخيلية للمظاهرة يعني مش صورة حقيقية يعني لا ده كما تخيلها طيب الفكرة كلها احمد عرابي راكب حصانه وانا معلش حالفة نظرك لحاجة حتة الحصان دي لما بيكون مرسوم ورجلي في المقدمة وكده الحاجات دي بتدي يعني يعني كل حركة فيها احساس بحركة احساس بحاجة يعني كده على الاستعداد التام للهجوم يعني الناس دي جاية واخدى الموقف بشكل فعلي طيب قدامنا الخديوي توفيق ومعه حواليه في مجموعة من القناصل الأوروبيين يعني هتلاقي القنصل الفرنسي القنصل الإنجليزي وقنصل يعني سفراء يعني الناس دي لها كلمة وانتوا فاهمين كويس قوي موقف الخديوي توفيق من الناس دي يعني هو موقفه معاهم كان يعني تابع ليهم بيسمع كلامهم فنرجع للسؤال تاني بسرعة في الصورة يمثل السبب الرئيسي لقبول الخديوي أنا ذاك مطالب المحتجين خوف الخديوي من المحتجين ولا تدخل أطراف خارجية في الأحداث لو الأطراف الخارجية دي انت بتقصد إيه احنا بنقصد إيه بالأطراف الخارجية اللي هما القناصل مثلا طب يلا نشوف الإجابة هنلاقي الإجابة معنا فعلا تدخل أطراف خارجية في الأحداث إن انت عندك أطراف اللي هو القنصلين أشاره لتوفيق ده جايلك بالجيش وبالشعب تمام طيب نشوف السؤال التاني اللي بعد كده السؤال التاني هو عبارة عن خريطة والسؤال هنا شباب مش هنقعد نقول في علاقة هو الأسئلة هيبقى فيها خرايط الأسئلة فيها خرايط آه طبعا الأسئلة فيها خرايط علم التاريخ علم القائم على الخرايط عادي جدا طيب هنا مثلا من الخريطة المقابلة أنا في الخريطة اللي قدامي قدامي مفتاح للخريطة أنا لازم أقرأ المفتاح يعني أنت لازم تقرأ مفتاح الخريطة ده اللون اللي قدامك ده بيمثل أقصى التساع للدولة المصرية في عهد الخديوة توفيق أقصى التساع للدولة المصرية كل ده كده تابع للخديوة إسماعيل نستنتج من الخريطة المقابلة اللي قدامك ده سيطرة إسماعيل على سواحل البحر الأحمر الشرقية الشرقية والغربية يعني الشرق والغرب طب هنا فيه امتداد ملناش امتداد هنا طيب تحول التجارة مع الصومال وجيبوتي الى تجارة داخلية دي فعلا الاجابة ليه بقى دي الاجابة تحول التجارة مع الصومال لان انت لو رجعت للون اللي موجود في الخريطة هتلاقي ان هو بيشمل جزئية جزء تابع من الصومال خلاص وجيبوتي بقى تحت السيادة المصرية طب الكلام ده امتا الكلام ده قبل ما يتعرض اسماعيل الى الحروب في الحبشة لانه هو توسع بس التوسع بتاعه وصل لمستوى معين لما لقوا نفوزه هيزيد بدأوا يوقفوا النفوز ده سنة 1875 تعالوا نشوف سؤال تاني احنا قدامنا صورة والصورة بتمثل يعني اعدام المجاهد عمر المختار يرجع نجاح ايطاليا في تنفيذ ما تدل عليه الصورة المقابلة الى عدة عوامل ان تقدر ايطاليا تسيطر على الموقف ضد عمر المختار ويتم اعدامه كان الموقف ما كانش سهل كان صعب جدا بيرجع النجاح ايطاليا في تنفيذ ما تدل عليه الصورة الى عدة عوامل منها ضعف روح المقاومة الليبية ولا التواطؤ الدولي مع ايطاليا ولا تخلي الدول العربية عن مساندة المقاومة الليبية ولا الانقسام في صفوف الشعب الليبي احنا نشوف الاجابة مع بعض هنلاقي التواطؤ الدولي مع ايطاليا لو انت ركزت في الصورة هتلاقي فيه عندك ناس من الالمان مع الايطاليين يعني فيه مساعدة دولية اصلا تمام طيب نشوف بعد كده السؤال التاني برضو نستنتج من الخريطة المقابلة انا قدامي خريطة وانا الخريطة دي ليا معاكو فيها وقفة صغيرة بس هنستنتج من الخريطة دي ايه الاتصال الاراضي للمستعمارات الانجليزية يعني فيه اتصال للاراضي المستعمارات الانجليزية ولا الغلبة الاستعمارية لانجلترا وفرنسا ولا احكام فرنسا سيطرتها على غرب غرب فيه هنا فرنسا مسيطرة على غرب القارة ولا التواجد الايطالي على كافة سواحل افريقيا التواجد الايطالي طيب انت ركز في الخريطة وركز في مفتاحها هتلاقي فيها اللون اللي هو البيش ده احتلال الانجليزي يعني مصر والسودان ونازل تحت على شرق افريقيا كل ده احتلال انجليزي طيب اللون اللي بيميل شوية على اللون الاصفر الغامق اللون الاصفر الغامق معاك هتلاقي احتلال فرنسي اللي هو جزء الواخد تونس ومراكش خلاص والجزائر ونازل في افريقيا الغربية ونازل معنا هنا موازي او مجاور للجزء بتاع انجلترا وهتلاقي ليهم دور تحت في الجزء بتاع افريقيا هنا وهنا تمام الاحتلال الايطالي موجود في ليبيا وواضح معنا وفي الصمال وفي حتة في جيبوتي فيه احتلال اسباني يدوب في الصحراء المغربية وفي جزء اللي في سبتة ومليلة طيب انا قريت الخريطة في الخريطة هقولك خد بالك من حاجة بس عشان احنا دايما بنتكلم على القرن الافريقي اللي هو الجزء ده اللي هو السبعة دي اللي تعتبر القرن الافريقي احنا من خلال الخريطة كده الاجابة بدأت تبقى واضحة جدا وهي واضحة معانا اللي هي الخريطة كده بتوضح ان الغلبة الاستعمارية ان افريقيا كلها تقريبا اكتر دولتين مسيطرين عليها اللي هم الغلبة الاستعمارية هنا لانجلترا ولفرنسا يلا نشوف مع بعض سؤال تاني قدامنا صورة للزعيم وطني تميز بكفاحه عن سابقي يعني الكفاح بتاعه كان متميز عن من سبقه الصورة باللي سعد زغلول الصورة هنا بتقول تعالوا نشوف الاختيارات هنلاقي الاختيارات معانا تنوع اساليب مكافحته للاحتلال الانجليزي يعني سعد زغلول بيتميز باني كان فيه اساليب تنوع في اساليب مكافحته بيعمل كذا وكذا وكذا لا طبعا هنشوف ولا الاعتماد على الدعم الشعبي في مواجهة الاحتلال ولا تدعيم فكرة القومية المصرية الحديثة وان كانت هتكون يعني هنشوف الاجابة لان الجزئية دي لانا معاها واقفة بعد كده هنشوف اخر حاجة اللي هي التنصيق والتفاهب مع السلطة القانونية طبعا اللي جرى معانا هتكون تدعيم فكرة القومية المصرية الحديثة يعني ايه سعد زغلول هنا بيتميز عن من سبقوه بتدعيم فكرة القومية المصرية الحديثة من سبقوه انت تقصد مين تقصد مصطفى كامل ولا تقصد محمد فريد لو تقصد مصطفى كامل او تقصد محمد فريد هل فتنظرك انه فعلا كلامنا في السؤال صح لان المصطفى كامل اعتمد على فكرة الجامعة الاسلامية اللي هو السلطان العثماني طيب هنا سعد زغلول بدأ يخرج من حيث جامعة الاسلامية ويدخل في القومية المصرية الاعتماد على مصر تمام وبالتالي تدعيم فكرة القومية المصرية الحديثة بكذا شباب نكون اوجزنا الكلام معاكم على مجموعة الصور على مجموعة الخرايط ان شاء الله مع اسئلة كتير جدا بيكون فيها خرايط ونركز على السؤال جوه الخريطة ونستكمل مجموعة اسئلة الماسئلة بتاعتنا تانية اللي موجودة من غير الرسومات والخرايط نستكمل مع بعض بقية الاسئلة عزقنا الطلبة وامامنا سؤال السؤال بيتكلم عن غضبت الدول الاوروبية من وزارة شريف باشا سنة 1879 بسبب رغبته فيه يعني احنا ليه دايما لما بيلاقي وزارة شريف باشا بيلاقي جنبها تاريخ لان هو شريف باشا مش مسك الوزارة مرة واحدة خد بالك شريف باشا مسك الوزارة يعني حسب الكتاب عندك هتلاقي مرتين تلاتة لو رجحت للمصادر هتلاقي اربع مرات واكتر فاحنا لازم نحدد الزمن عشان نبقى عارفين الموقف اللي حصل معاه في الوقت ده فانت بتكلم في 1879 الدول الاوروبية غضبت من وزارة شريف باشا 1879 بسبب رغبته فيه الاصلاح الاقتصادي ولا تطور الحياة الاجتماعية ولا التمسك بالحياة الديمقراطية ولا التمسك بمناقشة الميزانية الاجابة معنا هنلاقي ان في الوقت ده كان التمسك بالحياة الديمقراطية 1879 كان عايز يعمل حياة ديمقراطية وعايز يعمل مجلس نواب ومعاد دستور تمام طيب نشوف السؤال بعد كده بدأت مرحلة المفاوضات المصرية البريطانية عام 1920 بسبب ايه احنا دخلنا في المفاوضات مبين بريطانيا ومبين مصر 1920 بسبب ايه رغبة بريطانيا في الضعاف مكانة الوفد انها تضعف مكانة الوفد ولا خوف بريطانيا من تجدد ثورة المصريين وصورة المصريين ولا مناجدة سعد زغلول لبرلمانات الدول الاوروبية ولا معارضة الدول الاوروبية لسياسة انجلترا في مصر طبعا بدأت المفاوضات هنا سنة 1920 نتيجة لخوف بريطانيا من تجدد ثورة المصريين ان انت كل شباب تعمل معهم ثورة كل شباب تعمل معهم ثورة مش بس ثورة ده انت ثورة تعمل ثورة وترد عليهم بمقاومة سلبية اللي يعني ايه مقاومة سلبية ان انت بتقاطع السلع والبضائع الاوروبية بتاعتهم اللي هو اصلا جاي يحتل لك عشان خاطر شوية السلع والبضائع بتاعته وتتبع عندك تمام طب يلا نشوف السؤال اللي بعد كده يدل انضمام العراق الى حلف بغداد مع انجلترا وتركيا على العراق تنضم الحلف بغداد مع انجلترا وتركيا ده بيدل على انهيار وضعف طيار الثورة العراقية ولا خروج العراق عن اطار القومية العربية ولا اعادة النفوذ التركي في العراق ولا بيدل على ضعف الرؤية السياسية للقيادة العراقية انا زاك قيادة العراقية قد يكون عندها ضعف رؤية سياسية طب تعالوا نشوف الاجابة هلليها فعلا ان انضمام العراق لحلف بغداد مع انجلترا ومع تركيا نراجع لضعف الرؤية السياسية للقيادة العراقية في الوقت دوت تعالوا نشوف بعد كده قدامنا سؤال بيتكلم على حرب 73 فبنقول يرجع الفضل للواء محمد عبدالغاني الجمصي في حرب اكتوبر 73 في نجاح المصريين في ايه؟ يعني سيادة اللواء اللي طبعا بعد كده هياخد درجة مشير واحنا بنقول لواء عشان اثناء الحرب بس فسيادة اللواء محمد عبدالغاني الجمصي له الفضل في ان احنا كمصريين ننجح في ايه؟ عبور قناة السويس ولا تحقيق المفاجأة الاستراتيجية ولا تحطيم خط برليف ولا تحرير شبه جزيرة سيناء كاملة خد بالك عشان دي كده خرجتك من الاجابة عشان ما تتهش معنا تعالوا نشوف بعد كده هتلاقي انه بيرجع له الفضل ولكل الجيش المصري الفضل طبعا بس هنا في السؤال اللواء محمد عبدالغاني الجمصي له الفضل في تحقيق طبعا ونجاح المصريين في انه يحقق المفاجأة الاستراتيجية اللي هي عنصر المفاجأة هتقول لي ليه؟ هقولك عشان عمل كشكول اسمه كشكول الجمصي فيه انسب التوقيتات التوقيتات التوقيت المناسب لانك تنفذ عنصر المفاجأة كده انت فهمت السؤال طيب يلا نشوف اللي بعد كده بنقول تولى ادارة شؤون البلاد عقب عزل القيادة السياسية لحزب الحرية والعدالة احد رموز السلطة ايه؟ السؤال جميل وواضح معانا وشوف سلطة قضائية ولا عسكرية ولا تشعية ولا تنفيذية فهنلاقي انه تولى احد رموز السلطة القضائية وايسيات المستشار طبعا عدلي منصور نشوف السؤال بعد كده قاوم محمد كرايم الحملة الفرنسية في الاسكندرية نتيجة ايه؟ يعني محمد كرايم بيقاوم الحملة نتيجة ايه؟ عدم ثقته باقوال نابليون ولا ثقة في هزيمة القوات الفرنسية ولا التزامه باوامر زعماء المماليك ولا التدمير بريطانيا للأسطول الفرنسي تدمير بريطانيا للأسطول الفرنسي ده بعيد نشوف كده الإجابة هنلاقي قاومة محمد كريم نتيجة عدم ثقة بأقوال نابليون هو مش واصق في أقوال نابليون في المنشور اللي وزعه نابليون قبل ما يدخل مصر أصلا ما أنا إلا مؤمن زي زيكم وأكثر إيمانا من المماليك وجاي أهم من مصر ما هنت لو جاي تعمل كل ده مش تدرب المصريين مش كده طب يلا نشوف سؤال بعد كده أصبحت مصر مصرحا للصراعات المحلية والدولية في العقد الأول العقد الأول تاني من القرن التسعة عشر يعني أنت بتكلم الف تمامية وعشرة الفترة دي بتاعت محمد علي خلاص بقى احنا عرفناها مصر مصرح للصراعات المحلية والدولية من خلال ايه الحركات الانفصالية عن الدولة العثمانية ولا تحالف الإنجليز والمماليك للتخلص من السيادة العثمانية ولا التنافس الداخلي والخاريجي للسيطرة على مصر أم تطلع الزعامة الشعبية لتحقيق طموحاتها السياسية والإجابة معانا بسبب التنافس الداخلي والخاريجي للسيطرة على مصر تنافس الداخلي بين المماليك وبين العثمانيين والقوة الكمان الموجودة معانا من الإنجليز تنافس الخاريجي لسه فرنسا برضو بتتكلم مع السلطان العثماني وسلطان العثماني عايز ييجي فواضح ان فيه تنافس على مصر في الفترة دي كبير جدا تعالوا نشوف بعد كده اتجهت ثورة 23 يوليو 52 لدعم القوة العربية من خلال تطوير ثورة يوليو 52 بتدعم قوة العربية القوة العربية من خلال انها تطور تطور ايه بقى زراعة ولا صناعة ولا تجارة ولا مواصلات طبعا السؤال هنا يعني عايزك تفكر شوي انت دعمت قوتك المصرية اللي هي الجيش وفي نفس الوقت الثورة لم تهمل القوة العربية طب انا دعمت الجيش المصري ازاي يعني انت حققت المبدأ الخامس انت بنيت جيش وطني قوي ازاي الجيوش تبنى بالاسلحة والمعدات بالمصانع وبالتالي الثورة اهتمت بالصناعة فعملت مصانع حربية وطلعت اسلحة اسلحة بس يعني سلاح بس ولا زخيرة كمان علشان تضرب بالسلاح والزخيرة فالاسلحة والزخيرة والمصانع اللي اتعملت دي افادت الجيش المصري والجيوش العربية ومن هنا انت عملت دعم للقوة العربية طيب نشوف الاجابة هتلاقي اني اتجهت من خلال تطوير الصناعة فعلا طب يلا نشوف السؤال بعد كده ايا مما يلي كان العرب اكثر احتياجا اليه حاجة من دول ايا مما يلي حاجة من دول العرب اكثر احتياجا اليه قبل اندلاع حرب اكتوبر سنة 1973 ميلاديا هل استصدار قرار دولي ضد العدوان الاسرائيلي الدوران في فلك الدول الكبرى يعني نجري مع حزب من الاحزاب او كتلة من الكتل مثلا ولا الانضمام للتكتلات السياسية والعسكرية الكلام ده مش ممكن ده بيناقض مبادئ ثورة 52 انك تنضم التكتل سياسي او عسكري وانت عامل معاهدة عدم الانحياز خد بالك في مؤتمر باندونج سنة 1955 ولا انت عايز توصل لوحدة الصف والتنصيق المستمر تعالوا نشوف الاجابة بعد ما فهمنا نقاط الاختيار فلقينا ان احنا عندنا اللي هي وحدة الصف والتنصيق المستمر تعالوا نشوف السؤال بعد كده اتجهت حكومة الوفد سنة 1924 لتأمين المجال الحيوي لمصر من خلال حكومة الوفد والمجال الحيوي لمصر هنتاجي ان احنا نأمنه من خلال ايه يعني في حد شاطر كده بحس انه هو بيجري بالاجابة قبلنا فطبعا يعني اول اجابة معنا اللي هي تشجيع الحركة الوطنية في السودان تمام ده اول اختيار طيب ولا من ان احنا انه خلص اقتصاد مصر من السيطرة الانجليزية الصورة عملت كده اه بس اخد بالك ده ملوش علاقة بالمجال الحيوي ولا المطالبة بتعديل نصوص تصريح 28 فبراير ولا صبغ الادارة بالصبغة المصرية اللي هو تمصير المصريين اه الحكومة حكومة الوفد اللي هي وزارة سعد زغلول والحكومة سنة 1924 عملت معظم الحاجات دي يا شباب بس انت مركز في سؤالك في حتة معينة انت بتسأل على تأمين المجال المصري وبالتالي هتلاقي اجابة معاك تشجيع الحركة الوطنية اللي موجودة في السودان تعالي نشوف السؤال التالي بنقول انشأ امينو محكمة لكل طائفة من الطواقف الموجودة في مصر الطواقف الموجودة في مصر يعني انت عندك شوام ناس من الشام وعندك رومان اللي هم الاراميين او الرومانيين وعندك جاليات تركية وعندك المصريين طيب هو بيعمل طواقف محاكم لكل طائفة عشان عايز يوصل لإيه عايز يوصل لإرساء مبادئ الثورة الفرنسية ولا تحقيق مبدأ المواطنة مواطنة لطواقف مش عايش عندك يعني عايش عندك يعني ازاي ولا استقرار أمور الحملة ولا الحصول على ثقة المصريين فالإجابة معنا بسرعة وهي استقرار أمور الحملة تمام نشوف السؤال التالي بعد كده توجد علاقة بين اهتمام محمد علي بالتعليم على اختلاف مراحله يعني الابتدائي والتجهيزي والمدارس العليا أنا مش هقولك اختلاف مراحله بس هقولك كمان واختلاف نوعياته يعني اهتم بالتعليم الزراعي اهتم بالتعليم الصناعي اهتم بكل أنواع التعليم فيه علاقة بين اهتمام محمد علي بالتعليم على اختلاف المراحل مراحله واعادة تشكيل القوة الاجتماعية في مصر ولا بداية ازدواجية بداية ازدواجية الفكرة والثقافة في حد هيرد يقول لي بداية ازدواجية الفكرة والثقافة ما جانتش في عادة محمد علي يا مصر اه يا حبيبي فعلا انت صح طيب اسناد العديد من الوظائف الإدارية للمصريين ولا اتساح خبرات المصريين في الحكم والاجابة معانا هنا اعادة تشكيل القوة الاجتماعية في مصر يعني بيرتبط بتوجد علاقة بين محمد علي واهتمامه بالتعليم انه فعلا هيعمل اعادة في تشكيل القوة الاجتماعية اللي موجودة في مصر هيظهر عندك طبقات تانية مختلفة معاك تمام يلا نشوف السؤال بعد كده أثبتت الاحداث خطأ مصطفى كامل في كفاحه ضد الاحتلال الانجليزي عندما حاولها استغلال حدثة دونشواي الاستفادة من عداء فرنسا استخدام اسلوب المحاماة والتوعية توسيع قاعدة الحزب الوطني والاجابة معانا الاستفادة من عداء فرنسا لانجلترا السؤال بعد كده ارتكزت سياسة الاحتلال الفرنسي في بلاد الشام منذ بدايتها على سياسة الاحتلال الفرنسي في بلاد الشام يعني في سوريا ولبنان ارتكزت على تقسيم لبنان تمزيق وحدة أراضيها رابط الاقتصاد السوري بالاقتصاد اللبناني النهوض بالاقتصاد السوري والاجابة معانا من البداية وهي بتفكر في تمزيق وحدة أراضيها ندخل مع بعض في سؤال التالي سؤال التالي بيقول ارتكزت سياسة الاحتلال الفرنسي في بلاد الشام منذ بدايتها على يعني الاحتلال الفرنسي له سياسة السياسة دي في بلاد الشام ارتكزت يعني ركزت على او ارتكزت على تقسيم لبنان الى مناطق منعزلة ولا تمزيق وحدة أراضيها ولا رابط الاقتصاد السوري باللبناني اما النهوض بالاقتصاد السوري واللبناني فالاجابة معانا هنا ان ارتكزت سياسة الاحتلال الفرنسي في بلاد الشام منذ بدايتها على تمزيق وحدة أراضيها بكده أعزقنا الطلبة نكون قد انتهينا من مجموعة من الأسئلة فيه الختم بنبدأ بس نفكركم كده بسرعة يا شباب انك لازم تركز على انك تفهم لازم تفهم زي ما حصل ان احنا شرحنا خرايط وقلتلك ركز في الخريطة افهم خطوط الخريطة اقرأ مفتاح الخريطة ركز في الألوان شوف التوسعات كانت من فين لفين بص على الخرايط كويس اعرف الأماكن واحددها حتى لو فيه صور اقرأ الصور اللي قدامك افهم علشان تقدر توصل للإجابة علشان انتو خلاص كده بقيتوا متأكدين ان هو ده اسلوبنا وهو ده اسلوبنا في الامتحانات وهو ده الاسلوب اللي انت هتشتغلوا عليه وده الاسلوب اللي انتو هتنجحوا بيه وانجحتوا بيه فعلا بكده نكون انتهينا اعزائنا وإلى اللقاء في حلقات اخرى